للمرة السابعة له منذ بدء الحرب في غزة وصل وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إلى السعودية المحطة الأولى في جولة جديدة شرق أوسطية ستشمل الأردن وإسرائيل والتقى بلينكين وزراء خارجية الدول المنطقة وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالعاصمة السعودية وأكد أن أزمة غزة هي الأسوأ بالمنطقة منذ 1948 ويجب العمل على أنهاء الصراع والتأكد من عدم اتساع نطاقه وأضاف أن بلاده تدعم بقوة إسرائيل وجهودها في عدم تكرار ما حدث في السابع من تشرين الأول وفي الوقت ذاته عازمة على تخفيف المعاناة الإنسانية أما عودة الحديث عن إطلاق المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق حول هدنة وصفقة تبادل للأسرة والمحتجزين الإسرائيليين في غزة تؤكد أن لا مفر أمام جميع الأطراف سوى التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن كبديل عن انفجار شامل للأوضاع في المنطقة برمتها وذكرت صحف إسرائيلية أن المعضلة الإسرائيلية التي تقسم الحكومة بشأن الصفقة المنتظرة مع حركة حماس سوف يتم حسمها اليوم مع الرد المتوقع من الحركة على المقترح المصري مشيرة إلى تأكيدات البيت الأبيض بأن حماس لم ترفض المقترح بعد وأكدت مصادر مصرية بأن القاهرة قد دعت مسؤولين أمنيين إسرائيليين للوصول إلى البلاد بالتزامن مع وصول وفد حماس من أجل التوضيحات اللازمة للتعليقات التي ستعرضها حماس في القاهرة ووسط احتمال صدور مذكرة توقيف دولية بحق نتنياهو وغالانت ومسؤولين إسرائيليين آخرين تبذل تل أبيب جهودا منسقة لمنع أصدار أوامر اعتقال نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين وكشف مصدر حكومي إسرائيلي لصحيفة تايمز اف إسرائيل أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يقود هذه الجهود بالتنصيق مع وزارة الخارجية وواشنطن هي كذلك جزء من الجهود الدبلوماسية الجارية إلى ذلك يساند كثير من اليهود المتظاهرين المتضامنين مع فلسطينيين في عدد من جامعات الولايات المتحدة متحديين الانتقادات السياسية والاعتقالات التعصفية من دون توجيه تهام ترجمة نانسي قنقر